موسيقى نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم مشاهدين مساء الخير بسماء مساء الخير هشام نستهل النشرة بالعنوين توقف المواجهات في مديرية حبان بشبوى وأنبأ عن توتر بين قوات حكومية وميليشيا الانتقالي في أبيان موسيقى ميليشيا الانتقالي تواصل احتجاز الأموال المنهوبة ومقتل صياد برصاص حماية القصر الرئاسي بعدا موسيقى محور تاعز العسكرية اختتم مؤتمره السنوي بنجاح وقائده يتعاهد بإفشال مخطط التقسيم موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أفاد مراسل قناة يمن شباب عن توقف المواجهات الدائرة بين قوات حكومية ومسلحين خارجين عن القانون في مديرية حبان بمحافظة شبوى وتدور معارك منذ ثلاثة أيام في وسط سوق هدف مديرية حبان بعد قيام عناصر مسلحة مدعومة من ميليشيا الانتقالي بمهاجمة مواقع الجيش ومنشآت حيوية في المحافظة ولم تتضح بعض أي معلومات حول الأسباب التي أدت إلى توقف المواجهات أو الخسائر في صفوف العناصر المسلحة والقوات الحكومية وكان مصدر أمني في محافظة شبوى اتهم ميليشيا الانتقالي والإمارات بالسعي للدفع بقبيلة لقموش واستغلالها لمواجهة الشرعية والجيش الوطني والأمن وقال المصدر في بيان أن ميليشيا الانتقالي التي تقوم بأعمال تخريبية واستهداف للجيش والأمن تحاول أن تجعل من مناطق قبائل لقموش مواقع اشتباكات مع القوات الحكومية مشيدا في السياق بتاريخ القبائل في مساندة الدولة والوقوف إلى جانبها كما أكد المصدر أنه ليس هناك خيار إلا فرض هيبة الدولة وملاحقة كل المخربين والمطلوبين أمنيا وتقديمهم للجهات القضائية لينالوا عقابهم وأشار البيان إلى أن الحملة العسكرية تسير وفق خطة أمنية أقرتها اللجنة الأمنية لتأمين المحافظة من الجماعات المسلحة والميليشيات التخريبية التي تقوم بعمل الكماء واغتيال أفراد الجيش والأمن هذا وعثرت قوات حكومية في محافظة الشبو على أسلحة ثقيلة ومتوسطة ذقائر خلال الاشتباكات مع عناصر تخريبية تابعة لمليشي الانتقالي في منطقة المحفد وذكر مصدر أمني أن قوات مشتركة من الجيش والأمن اشتبكت مساء أمس مع مجميع مسلحة خارجة عن القانون في منطقة المحفد وسقط فيها قتلى وجرح من تلك العناصر في مفر آخرون وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات العناصر التخريبية ومحاولاتها لاستقدام مجامع مسلحة وتعمل على إفشال مساعيها التي تهدف إلى زعزعة السكينة هذا وقال المصدر أن الحملة الأمنية مستمرة في مهمتها بتأمين وتمشيط الطريق الدولي الرابط بين عتق عدن والمناطق المجاورة لها ضمن خطة اللجنة الأمنية لتأمين المحافظة والطرق العامة من جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية بتوتر الأجواء بين القوات الحكومية ومليشي الانتقالي الإماراتي في محافظة أبيان ويأتي التوتر تزامناً مع حملة أمنية تنفذها قوات حكومية في شبوة ضد عناصر تخريبية تتلقى دعماً من الانتقالي المدعوم من الإمارات وقالت المصادر أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة المحفظ فيما دفعت مليشي الانتقالي بمزيد من عناصرها إلى مناطق محاذية للمنطقة إلى ذلك واصلت قيادات مليشي الانتقالي تحريضها على السلطات الشرعية في شبوة لخوض مواجهة مع القوات الحكومية وتنقل نشطاء موالون للانتقالي مقطع فيديو للقيادي في المليشي محمد سالم البوجر أعلن فيه رفض أي حلول أو مقترحات للتراجع والتهدئة مع الحكومة اليمنية تواصل مليشي الانتقالي الإماراتي احتجاز أربع حاويات نقود أقدمت على نهبها من ميناء عدن أمس الأربعاء وقال مصدر أمني لموقع المصدر أونلاين إن مليشي الانتقالي لم تسلم حتى الآن حاويات النقود التي سطت عليها بالقوة من ميناء الحاويات في عدن وأقرت مليشي الانتقالي بعملية نهب الأموال التي نقلتها إلى أحد معسكراتها في جبل حديد فيما أوقفت إدارة ميناء عدن العمل فيه احتجاجا على نهب الأموال ومهاجمة الميناء بالأسلحة المتنوعة السطو على الأموال ونهبها مستمر في عدن في وضح النهار أو في أوقات متأخرة من الليل بدأوها ضد البسطة بآلاف الريالات ووصلت إلى البنوك ومؤسسات الدولة بالمليارات مليشي الانتقالي التي يقودها عيدروس الزبيدي وتمولها الإمارات اقتحمت بالقوة ميناء عدن والسولت على حاويات تنقل أموالا إلى البنك المركزي بعدن وتبلغ قيمتها 18 مليار ريال يمني الانتقالي الإماراتي فشل في إخفاء العملية واعترف بنهب أربع حاويات مخصصة لأموال البنك المركزي وجاء في بيان رسمي للمتحدث باسمه نزار هيثم أن العملية جاءت لضمان عدم وصولها إلى الحكومة التي يتهمها بالفساد ويصعى لشراكة معها وفق اتفاق الرياض وبحسب البيان فإن مليشيا الانتقالي وضعت الأموال في عهدة القوة السعودية بعدن وليس هناك ما يشير إلى مصداقية هذه المعلومات لكن وسائل إعلام محلية نقلت أن التحالفة أمر بإرسالها إلى البنك المركزي والتزم الانتقالي بذلك وخلا بيان الانتقالي من أي إشارة لإعادتها إلى البنك المركزي ولم تصدر حكومة معين عبد الملك أي تعليق خلن بالأموال نتيجة علاقاته مع الانتقالي إلا أن عمال ميناء عدن أعلنوا إضرابا احتجاجا على اقتحام الميناء والتأثير على نشاطه وسمعته ويقول مراقبون إن هناك خشية حقيقية من فقدان مبلغ كبير من تلك الأموال نتيجة تحويل مساراتها والسيطرة عليها بالقوة خصوصا أن الميليشيا الانتقالي الإماراتي لم تتسلم مرتباتها خلال الفترة الماضية من التحالف قتل صياد وأصيب آخرون اليوم الخميس برصاص قوات تعمل على حماية قصر المعاشيق شرق العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية إن صيادا قتل إثر تعرض قارب لهم لإطلاق نار من قبل القوات التي تتولى حماية معاشيق فيما أصيب اثنان آخران بحسب موقع المصدر أونلاين وأفادت المصادر أن موقع الحدثة هو منطقة معروفة تتجمع فيها قوارب الصيد بعلم القوات العسكرية والأمنية في القصر الرئاسي لكن القوات الأمنية فاجأت الصيادين هذه المرة وأطلقت النار عليهم ولم يتم التعرف حتى الآن على القوة التي أطلقت النار على القارب لكن مصادر محلية قالت إنه يعتقد أنها سعودية أو من ميليشيا الانتقالي الإماراتي رحلت الإمارات خلال الأيام الماضية مجموعة من أئمة المساجد والخطباء اليمنيين بعد سجن بعضهم لأشهر في أبوظبي وقالت مصادر مقربة من بعض الخطباء إن الإمارات أوقفت عددا من الخطباء وأئمة المساجد بعد أحداث عدن التي وقعت في أغسطس الماضي وسجنت عددا منهم وأضف المصدر لموقع المصدر أونلاين أنه تم أمس ترحيل قرابة عشرين من الخطباء وأئمة المساجد جوا إلى مطار سيئون عبر مطار القاهرة فيما تم ترحيل عوائل بعضهم برا ولا تزال عوائل بعضهم في الإمارات وبحسب المصدر فإن عددا من الخطباء والأئمة لا زالوا محتجزين في سجون أبوظبي حيث من المتوقع أن يتم ترحيلهم لاحقا بهدف تنفيذ مخطط إماراتي يزعم طارق صالح أن هدفه التوجه لتحرير صنعاء إلا أن عينه وتحركاته تكشف سعيه لإحكام القبضة على ميناء وأراضي المخى ومديريات تعز السحلية لتوطين عناصره وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة لم تعد صنعاء وجهته ولا الحوثيون عداؤه فهدفه المخى وسكان وصيادون مديريات تعز السحلية هم خصومه طارق صالح تحدث قبل أيام أمام حجد من عناصره أن وجهته صنعاء لتحريرها من حلفائه السابقين ماليشيات الحوثي واليوم يعلن وضع حجر الأساس لبناء مدينة سكنية في مدينة المخى بتمويل إماراتي لتوطين عناصره وجنوده القادمين من شمال البلاد في خطوة وصفت بالخطيرة تهدف لإحداث عملية تغيير ديموغرافي غرب تعز فالسكر الأصليون الذين شردوا من منازلهم بسبب الحرب ووجدوا أنفسهم في مخيمات كنازحين في ظروف إنسانية قاسية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لا يستطيعون العودة إلى منازلهم وأراضيهم أو بالأصح ممنوعون من العودة حتى الصيادون ممنوعون من ممارسة الصيد ولا يجدون مصدر دخل لعالة أسرهم فمدينة المخى باتت منطقة عسكرية مغلقة على القوات الإماراتية وتشكيلات طارق صالح الموارية لها وميناؤها الذي يعد أحد أهم المنشآت الحيوية الإيرادية في البلاد بعد أن جعلته الإمارات قاعدة عسكرية كما أن مسؤولي السلطة المحلية بتاعز محظور عليهم دخول المخى هذه الخطوة تأتي في سياق مخطط إماراتي يجري تنفيذه على قدم وساق يهدف للسيطرة على مدينة المخى ومينائها الاستراتيجي والتحكم بممر التجارة المتمثل بمضيق باب المندب بعد أن يتم عزل مديريات المخى وموزع وذباب عن محافظة تعز وإخضاعها إداريا لتشكيلة طارق صالح وتمهيا مع المخطط الإماراتي العبثي أصدر محافظ تعز نبيل شمسان قبل أيامه قرارا بتعيين أحد الموالين للإمارات وهو عنصر سابق في مريشيا الحوثي عينه مديرا لمديرية المخى وسبق ذلك قرار للنائب العام أحمد العواش بتكليف وكيل نيابة المخى باختصاصات مديريات الحديدة المحررة قبل أن يتراجع تحت ضغط الشارع في تعز وفي أول ردة فعل عما يجري غرب تعز قال قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل إنه لا يمكن تحت أي ضرف إغفال ما يحدث في الساحل أو يظن المتصارعون هناك أن المحور يغض الطرف عما يطمحون إليه مؤكدا أن المحور مسؤول عن كل شبر يتبع تعز على امتداد ترابها ولا يمكنه التفريق بضرة تراب من أراضيها أما قيادة الشرعية فهي غائبة أو متجاهلة الأمر ولم تحرك ساكنا حتى الآن رغم مطالبات أبناء تعز بسرعة التدخل ووضع حد للعبث الذي يهدد كيان محافظتهم اختتمت قيادة محور تعز صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي التدريبي والقتالي والمعنوي لقيادة المحور للعام 2019 والذي استمر لثلاثة أيام وأقرى البيان الختامي إنشاء المركز التدريبي للمحور وصالة المجد القتالي كما أكد على ضرورة المضي قدما في حل كافة الإشكاليات التي تواجه قيادة المحور والألوية العسكرية وكان قائد محور تعز اللواء خالد فاضل قد تطرق في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إلى المخططات الرامية لتقسيم محافظة تعز وقال إن تلك المخططات يتم رصدها وسيتم إفشالها ودعا قائد المحور إلى توحيد الصفوف والذهب نحو استكمال تحرير تعز وبناء جيشها الوطني بما يتوائم مع متطلبات الظرف الرهن قال مدير مكتب الإعلام بمحافظة تعز نجيب قحطان إن التقرير الذي بثته قناة الحدث محاولة مكشوفة لشيطانة تعز وأضف لقناة يمن شباب أن تعز تمثل وجه الدولة الحقيقي ومحاولة شيطانتها عبر إظهارها خاضعة لطرف حزبي معين يصب في إطار المكايدات السياسية ولا يمت للحقيقة بصلة كما يعبر عن تحيزات كاتب التقرير وليس الحقيقة أو الواقع وأشار قحطان إلى أن مديريات المدينة الثلاث تحت إدارة مسؤولين من المؤتمر الشعبي العام وما أورده تقرير قناة الحدث ينافي الواقع وتقارير لجان حكومية زارت المدينة وأكدت على حضور الدولة بشكل أفضل من بقية المحافظات شنت وحدات من قوات العمالقة ضربات مدفعية سادفت جمعات لمليشة الحوثي الانقلابية في جبهة البرح غرب محافظة تعز وذكر مصدر عسكري أن قوة تابعة لللواء الرابع عشر عمالقة قصفت بسلاح المدفعية موقعاً للمليشة في جبهة البرح وحققت الضربات المدفعية إصابات مباشرة وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مليشة الحوثي في الموقع المستهدف أعلنت ألوية العمالقة الحكومية إحصائية بعدد القتلى والجرح من المدنيين منذ انطلاق اتفاق السويد والهدنة الأممية في الثامن عشر من العام الفين وثمانية عشر وبلغ عدد القتلى في صفوف المدنيين نحو مائتين واثنين وثلاثين وأكثر من ألفي جريح بحسب الإحصائية التي ذكرت أن خروقات منيشة الحوثي تجاوزت ألف خرق تنوعت بين عمليات هجوم واشباكات مباشرة وعمليات تسلل أكثرها على الدريهم وحيس جنوب الحديدة كما أوضحت الإحصائية أن من بين القتلى ثمانية وستين طفلاً وتسعاً وعشرين امرأة أدانت نقابة الصحفيين قيام مليشة الحوثي الانقلابية باختطاف الصحفي سلطان قطران واحتجازه في سجن الأمن السياسي الخاضع لسيطرتها وقالت النقابة في بيان أن اختطاف قطران تم يوم الثلاثاء قبل الماضي في صنعاء في حين فشلت جهود لإطلاق سراحه وأضف البيان أن صحفيين وعائلة الصحفي قطران طلبت من النقابة التريثة في عدم إصدار بيان آملاً منها في نجاح مساعيها بالإفراج عنه وهو الأمر الذي لم يتم وجددت نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطراف بإيقاف مطاردة وترويع الصحفيين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي بعيداً عن حالة العداء التي تبديها كل الأطراف تجاه الصحافة والصحفيين اختطفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عدداً من طلاب جامعة أب بعد اقتحام عناصرها أحدى القاعات الدراسية وقالت مصادر طلابية ليمن شباب إن مسلحين من ميليشيا الحوثي يتبعون ملتقى الطلاب أو الطالب الجامعي وهو كيان جامعي حوثي اقتحموا كلية القانون بالجامعة وأختطفوا طلاباً في المستوى الأول من القاعة الدراسية وأضفت المصادر أن عناصر الميليشيا قدمت برفقة ممثل عن الملتقى الجامعي واقتادوا الطلاب إلى جهات مجهولة وحدثت عملية الاختطاف على خلفية ملاسنات في مجموعة واتس أب باسم الكلية بين الطلاب المختطفين وطلاب آخرين ينتمون للميليشيا الحوثية أطلق مواطنون دعوات للحكومة شددوا فيها على الحسم العسكري لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وأكد مواطنون في استطلاع لقانة يمن شباب بمأرب أن الحل السياسي الذي تسعى له أطراف دولية منذ سنوات لن يجدي نفعا مع الميليشيا التي أثبتت تجارب المشاورات السابقة تنصلها عن كل الاتفاقات في طلعاتي في العام 2020 في اليمن أتمنى أن تنتهي الحروب ينتهي الاقتتال والاحتراب بما أن هذه الميليشيات الحوثية لا تحمل أي مشروع للبلاد مشروعها هو الخراب والدمار نتمنى أن يكون هناك حل جذري باجتاث هذه الميليشيات إما بحسم العسكري لأن الاتفاق السياسي لن يجدي معهم مادم أن كل سنوات الماضية التي أتت مع هذه الميليشيات فقط بالحرب ولم تنتهي بكل الاتفاقيات نتمنى من عام 2020 أن ينزح عنا معهلة الحرب ومعاناته ويبدل بداله الأمن والاستقرار وأن نعيش كباقي دول العالم وأن يعود في 2020 كل الأمن والأمان في بلادي ويعود كل نازح ومشرد إلى موطنه وفي هذا السياق أعرب مواطنون في مأرب عن أملهم بوضع حد للحرب التي تسببت فيها ميليشي الحوثي بانقلابها على السلطات الشرعية قبل خمسة أعوام وأتمنى المواطنون في استطلاع ليمن شباب بأن تنتهي الحرب هذا العام ويعم الأمن والأمان كل المناطق في البلاد وأن يعود النازحون إلى مناطقهم ويعمل على نهضتها في أجواء من الطمأنين والاستقرار ونأمل إن شاء الله بإذن الله رقي وتطور ونهضة وتقدم وتحسن في التعليم بشكل خاص وفي جميع القطاعات بشكل عام أتمنى في 2020 عودت كل نازح إلى بلده والسلام الحروب الذي عشناها ضيلة هذه العوام وتحقيق كل ضموحات الشباب في اليمن حثى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح قيادة السلطة المحلية على رص الصفوف لرزع مشروع ميليشة الحوثي الانقلابية الهدف لزعزعة أمن اليمن واستقرار المنطقة كما شدد الفريق على بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة السكان في المناطق المحررة من محافظة الحديدة جاء هذا خلال لقائه في الرياض محافظ الحديدة حسن علي طاهر الذي اطلع فيه على المستجدات الميدانية وجهود السلطة المحلية في سبيل تحسين أوضاع السكان بالمناطق المحررة وأطلع محافظ الحديدة نائب الرئيس على موجز عن خروقات ميليشة الحوثي الانقلابية واستمرار عرقلتها لتنفيذ اتفاق الحديدة وإصرارها على مضاعفة ألام سكان المحافظة أقدمت ميليشة الحوثي على قتل صراف وأحد أبنائه في محافظة حجة بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدا كما ذكرت مصادر محلية أن الميليشة ألقت قنبلة يدوية على محل الصرافة في منطقة حجة الشرف قتل فيها مالك المصرف ويدعى الخميس كما قتل أحد أبنائه هذا وأوضحت المصادر أن ميليشة الحوثي اشتبكت مع الخميس بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة وتبدلت إطلاق النار معه ما أسفر عن مقتله وأحد أبنائه فيما قتل أربعة من الميليشة نظمت رابطة أسر الشهداء يوما ترفيهيا لأطفال وأسر الشهداء بمدينة مأرب اليوم الخميس وذلك برعاية من وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ مأرب ألواء سلطان العرادة وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة نادي عبد الله إن إقامة مثل هذه المناسبات هو تعبير متوضع ورد للجميل لأبناء هذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها من أجل اليمن واستعادة الدولة والشرعية وشدد رئيس رابطة أسر الشهداء عبدالخالق السمدة في المهرجان الذي أقيم اليوم في حديقة مأرب لاند على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة ومشيرا إلى أن هناك أسرا لشهداء لم تتسلم مستحقات شهيدها من مؤساة الدفن والرواتب والإكراميات أوضح وزير النفط والمعادن عن ترتيبات لإعادة العمل في منشأة بلحاف للغاز المسال خلال العام الجاري بعد توقف دام السنوات وتوقع الوزير العود أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشيدها بأكثر من أربعة مليارات دولار في بلحاف بشبوى خلال هذا العام موضحا أن تنصيقا يجري مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في تأمين هذه المنشأة تحسبا من أي استهداف وذكر وزير النفط أن استراتيجية الوزارة هذا العام تشمل إطلاق برنامجا ترويجي ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التسويقية للقطاعات النفطية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والصين والتي تعاول عليها في استقطاب الكثير من الشركات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن غياب دور المكاتب الخدمية على أرض الواقع بمدينة المكلة جعل الأهالي ينظمون حملات تطوعية لنظافة مدينتهم وذلك بهدف خلق بيئة نظيفة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تسببها المخلفات المتراكمة معتز النقيب والتقرير بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وحماية البيئة قام أهالي منطقة روكب في مدينة المكلة بحملة مجتمعية للنظافة في بادرة تعكس الشعور بالمسؤولية وتعزز دور الأفراد ومساهمتهم في خلق بيئة نظيفة هذه الحملة حتى وإن كانت لرفع القمامة المكدسة ومخلفات البناء وليست بحاجة إلى فعالية لتجينها إلا أن السلطة المحلية في المحافظة تواجدت فيها وأضفت عليها طابعا رسميا بحتا وبحضور قيادات مدنية وعسكرية كذلك نظمتم هذه الحملة بهذا المسلوى العالي من التنظيم وبهذا المشاركة الكبيرة هذا عمل كبير من يريد خدمة حضر موت هذا العمل هو ومن يريد الكلام فليتكلم عشرات السنين ولكن حضر موت لن تستفيد من كلاما شيئا أنتم من وقت لآخر تشاهدون وتسمعون في العديد من دول العالم هناك مدن يوما في الأسبوع كل سكانها يخرجون للشوارع وينظفونها وهي من أجمل وأنظف مدن العالم نحن لا ينقصنا شيء ينقصنا فقط الإرادة والوعي سكان منطقة روكوب قسموا المنطقة إلى مربعات وأحيها حيث يتم العمل كمجموعات موزعة في الشوارع لإزالة مخلفات البناء ورفع أكوام القمامة وكنس الطرقات كما أنها تزود المنازل بأكياس بلاستيكية مخصصة لوضع النفايات لترفعها بعد ذلك فرق ميدانية بصورة يومية فكرة الحملة تأتي من أجل الجمع المباشر يعني تعليق مسامير في كل بيت مسمار وتأتي سيارات النظافة تأخذ القمامة أو المخلفات في الصباح الباكر من أجل عدم تراكم المخلفات في صندق قمامة نتمنى من الجهات المختصة المسؤولة عن النظافة من صندق النظافة والتحسين من مكتب الأشغال من سلطة محلية عدم استغلال هذه الحملاة من أجل الظهور الإعلامي فالنظافة والحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من الدين والأخلاق كما تسهم النظافة في خفض نسبة انتشار الأوبئة والأمراض فالمبادرات التطوعية تمثل رسالة لزيادة الوعي لتوحي بأن المدينة النظيفة مرآة تدل على مستوى رقي ساكينها معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة حقق منتخباء الشباب والناشئين لكرة القدم أمان الجماهير اليمنية خلال العام 2019 بعد تأهلهما إلى نهائية أسيا 2020 كأفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني في تصفيات المزيد من التفاصل في التقرير التالي بعد خيبة الأمل التي أصابت الجماهير اليمنية من نتائج المنتخبين الأول والأولمبي لكرة القدم كانت هذه الجماهير على موعد مع فرحة رسمها لاعب منتخبي الشباب والناشئين المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً والذي تولى قيادته المدرب الوطني محمد النفيعي والذي لم يلقى الاهتمام المطلوب كغيره من المنتخبات إلا أن هذه الفئة العمرية عادة ما تكون المهارة الفطرية لللاعبين نقطة قوتها وهذا ما يتميز به اللاعب اليمني ورغم أن منتخب الناشئين لم يلعب سوى مباراة ودية واحدة مع نظيره السعودي بعد إعداد داخلي في صنعاء استمر نحو شهر فقط إلا أنه كان مرشحاً لخطف بطاقة تأهل عن المجموعة الخامسة بالتصفيات التي أقمت في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي منتخب نائف تتح مشواره بعشرة أهداف أمطر بها شباك منتخب بوتان الذي لم يستطع المقاومة ولم يحرز سوى هدف واحد وفي الجولة الثانية عادل المنتخب الوطني للناشئين مع نظيره القطري بهدف لمثله قبل أن يتغلب على منتخب بنغلاديش بثلاثة أهداف نظيفة ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات آسيا للناشئين 2020 في البحرين كأفضل منتخب حاصل على المركز الثاني في التصفيات أما المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاماً والذي تولى قيادته المدرب الوطني أمين السنيني فكان هو الآخر على موعد مع رسم فرحة أخرى للجماهير اليمنية في التصفيات التي صوافتها قطر أيضاً خلال شهر نوفمبر وتمكن منتخبنا الشاب من الفوز على تيرقمانستان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بهدفين لهدف قبل أن يفوز على سيرلانكا بثلاثة أهداف نظيفة ليختتم التصفيات بتعادل مثير بهدف لمثله مع منتخب أصحاب الأرض والجمهور المنتخب القطري ليستحق إثر ذلك التأهل إلى نهائية آسيا 2020 في أوزباكستان ختام النشر وهذا أهم ما جاء فيها توقف المواجهات في مديرية حبان بشبوى وأنباء عن توتر بين قوات حكومية وميليشيا الانتقالي في أبيان ميليشيا الانتقالي تواصل احتجاز الأموال المنهوبة ومقتل سياد برصاص حماية القصر الرئاسي بعضا محور تاعز العسكري يختتم مؤتمره السنوي بنجاح وقائده يتعهد بإفشال مخطط التقسيم ختاما دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة